ومرة تانية بنتشرف ان احنا موجودين في اسكندرية مشرفينا ومنورينا في اسكندرية وسعادة بوجودكم معانا وحاجة كويسة جدا انكم تتيجوا تشوفوا اسكندرية في موسم الصيف وتشوفوا اسكندرية وتشوفوا المشروعات اللي موجودة في مدينة اسكندرية ومحافظة اسكندرية اللي هتسعد الشعب المصر كله بقول اجمل شواطئ مع اجمل ناس مع زحمة رهيبة جدا ولكن منستحملها عشان شواطئ جميلة خلينا اقولك احنا شفنا شواطئ اوروبا وشفنا شواطئ في امريكا اجمل شواطئ في العالم شواطئ سكندرية نعم اكيد عند حالك كم مليون دلوقتي لا المعدل الطبيعي مليون نسمة في اليوم لكن في احيانا مثلا في العيد لا كنا زيدنا برضو مليون ومتين الف مليون وثلاثمائة الف والعداد دي كلها اعداد تقريبية مش اعداد اعداد تقريبية مش اعداد دقيقة يعني بالتقريب احنا بنشوف عداد السيارات اللي دخلت عندنا قد ايه بنشوف الاوتوباسات اللي دخلت عندنا قد ايه ويمكن لما تيه نهارده كده نعمل مرور على الشواطئ حتشوف كم الناس والمشرفين وبيزورونا وضيوفنا من الجمهورية كلها وحتشوف كمان ربما ناس جاي من اسوان شوف تنبارح ناس بالليل هل ممكن تقول لي السيد المشاهدين احنا فين دلوقتي واقفين فين بالزبط المنطقة دي ايه احنا احنا دلوقتي منطقة جميلة رائعة طبعا كل والله احو اقول لي حضرك حاجة كل شواطئ اسكندرية جميلة احنا هنا النهارده في نادي السيد اجمل شاطئ موجود منطقة جميلة من البحر الابض المتوسط من اسكندرية يعني مستغلة استغلال جيد احنا مجاورين تماما ويمكن لو الكاميرا رجعت لورا شوية احنا شايفين القلعة نعم فالمكان بيطول قلعة وبحر فحاجة رائعة نعم وكافهات طبعا وكافهات رائعة على البحر بالاضافة لان ديها موجودة حاجة راقية جدا زي ما تشايف ورانا المكتبة ومعالم الاسكندرية الاسرية كلها اللي بنسعد بيها سيد المحافظة نتحرك نبدأ فورا عشان عندنا جولة طويلة مع سيدنا نبدأ فورا ده احنا ممكن نعد خمسة ساعات وياريتي كافه يلا انشرف انشرف نطلع ليه جولة سيد محافظة اللواء محمد الشريف هناخد توبيس المكشوف هنتحرك فيها الاسكندرية كورنيش مناطق محاطة مصر عشوائيات سوق السمك اللي له قصة كبيرة جدا لما نروح عنده عندنا حاجات كتيرة جدا النهاردة في اسكندرية